البعض حل المشهد اسقاط عالم قبيلة القاي من جدران احد الكلاع بان البيزنطيين هيسيطروا على القلعة القائد لوكاس كرر انه يهاجم القلعة في وقت انشغال عثمان بالتمرد اللي حصل في سغوط كمان السيدة بايجوم هتشجع غنجة على انها تنتقم من هوليفيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اصدقائي المحببين الى قلبي متابعي المؤسس عثمان والتاريخ العثماني بشكل عام واضح يا صديقي ان الحلقة 168 هتشهد احداث نارية خصوصا وان تمرد اهالي الروم بسغوط هيقلب المدينة رأسا على عقد وهيقضي على البنية التحتية فيها وده اللي ظهر في الاعلان التاني من الحلقة ظهر جنود عثمان كمان وهما بيحاولوا يلحقوا ما يمكن الحاقه ويدفو الحريق الكبير اللي مسك في المدينة كلها واللي تقريبا التعم جزء كبير منها عثمان هيتحرك بسرعة وهيروح يعاين الاحداث بنفسه ولكن هيكون الوضع غير مستقر بالمرة وده هيخليه يتريس في قراره للانتقام من المتسببين في الحريق خصوصا وان البعض هيحاول انه يلسك التهمة بمعارضين عثمان من القبائل التركية ولكن تريس عثمان يا صديقي هيخليه يوصل للفاعل الحقيقي واللي هو لوكاس وده بعد ما هيتم عمل تحقيق مع قادة التمرد من اهالي الروم كمان يا صديقي عثمان هيعرف بخبر تمرد اهالي الروم في الوقت اللي هيكون فيه السيد كراسي عنده في القبيل وده بعد ما عثمان يبعث له دعوة لحضور حفل زفاف ابن قرهان على هوليفيرا والسيد كراسي بما انه بيحاول يقرب من عثمان علشان يضم تحت رايته ويكتسب المزيد من القوة والسلطة فهيقبل دعوة حضور حفل الزفاف السيد كراسي لما هيعرف ان فيه تمرد كبير في صغوط واللي هو اصلا هيكون عارف بيه من الاول ده هو واحد من اللي خطته للتمرد ده ولكن بكل خبس ودهاء هيطلب السيد كراسي من عثمان انه يساعد في اخماد التمرد وهيقول لعثمان لو انت ما عندكش القوة اللازمة لانهاء التمرد فانا ساعدك في الموضوع ده ولكن عثمان هيقاطع كلام السيد كراسي بكل حزم وهيقول له انه قادر هو ومحاربيه انهم يسيطروا على اللي بيحصل ومش محتاج مساعدة من حد وبكل ذكاء هيلمح واسمان للسيد كراسي بمعرفته بانه من ضمن المتسببين في التمرد وهيوريه انه عارف كل ما يدار حوله النحية التانية يا صديقي هيقدر ارهان انه ينقذ هوليفيرا ويخرج بيها لبر الامان بمساعدة من المحارب الباي اللي خلصوا من ايد البيزنطيين ومش كده وبس ارهان كمان هيقتل اقوى محاربي لوكاس اللي كان هيتزوج من هوليفيرا وهنا هيغضب جدا لوكاس وهيكرر انه ينتقم من الاطراق وده عن طريق انه يستعيد قلعة كارديني اللي عثمان فتحها في الحلقة التانية من الموسم ده وعين عليها السيدة بايجو لتتولى حراستها وعلشان السيدة بايجو متعجبت من عثمان مرة بسبب نجاح لوكاس في تفجير القلعة اللي تحت حراستها هتقدر المرة دي ان هي تضرب نساء قبيلتها وتتصدى للبيزنطيين اللي هيهدموا القلعة بكل قوة البعد حل المشهد اسقاط عالم قبيلة القاي من جدران احد القلاع بان البزنطيين هيسيطروا على القلعة ولكن ده مش حقيقي المشهد ده من مدينة سغوط اللي حصل فيها التمرد واللي وقع العالم من على الجدران اهالي الروم المتمردين نرجع يا صديقي تاني لمهاجمة القلعة القائد لوكاس كرر انه يهاجم القلعة في وقت انشغال عثمان بالتمرد اللي حصل في سغوط واللي لوكاس خطط ليه واطلق رجاله وسط الاهالي اللي يشعلوا الامور اكتر واكتر لوكاس هيستغل المداخل السرية اللي في القلعة اللي هو على علم بيها كويس جدا وهيحاول يقتحم القلعة منها ولكن بايجوم هتقدر تتصدى للهجوم بمساعدة التنظيم النسائي اللي انشأته ودربت نسائه على اعلى مستوى في الناحية التانية يا صديقي الامور هتتعقد بزواج اوريهان من هوليفيرا لان غنجا ما زالت بتشك ان هوليفيرا لها يدف تسميمها وموت ابنتها من علاء الدين ويوم حفل زفاف اوريهان على هوليفيرا هتنهار غنجا بالبكاء وهتطلب من علاء الدين ان هي تغادر القبيلة لانها ما بقتش قادرة تبص في وش هوليفيرا كمان السيدة بايجوم هتشجع غنجا على انها تنتقم من هوليفيرا ومن هنا الاحداث هتشتد وتريتها اكتر واكتر خصوصا ان هنجا هتحاول بكل الطرق ان هي تقنع علاء الدين بان هوليفيرا هي السبب في موت ابنتهم وعلاء الدين هيبدأ يواجه اخو اوريهان بالموضوع ده والطبيعي ان اوريهان هيدافع عن زوجته هوليفيرا وهنا هيحصل خلاف قو ما بين الاخين وده هيأثر على استقرار الدولة العثمانية الوليدة كمان يا صديقي شفنا عثمان في الاعلان التاني وهو بيرفع السيف على لوكاس اللي راح له القبيلة بنفسه عثمان هدد لوكاس وقال له انه لازم ينتظر الموت على ديه وانه عارف ان كل اللي بيحصل من كوارث لوكاس وراها هو والسيد كراسي ياريت محب عثمان يدوسوا لايك ويشتركوا في القناة لو مش مشتركين اما اللي في صف لوكاس وكراسي فما تدوس لايك ولا تكتب كومنت تابع من سكون ياريت تتخطوا الاعلانات المزعجة المخالفة لتعليم دينا وكمان ادعوا بالنصر للمسلمين المستضعفين في شتى بكاع الارض وما تنسوش تكتبوا في التعليقات انتو من انه دولة خلينا نتعرف على اكتر الدول مشاهدة للمؤسس عصمان وفي نهاية الحلقة بحييكم بتحية الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة